اشتركوا في القناة السنة راحب بدكتر شارلوت أبو ليس استشارية بأمراض الغذة والسكري دكتر شارلوت صباح الخير صباح الخير أهلا وسهلا فيك نعاد عليك شكرا دكتر نحن اليوم بدنا نحكي عن السمنة عند الأطفال وقلنا ببداية اللقاء ما أكثرها بس قبل ما نحكي لهي بإزدياد وشو العوامل يلي بتخليها السمنة تزيد شو يعني هالمصطلح السمنة عند الأطفال تعريف السمنة عند الأطفال ديما نعرف أنه الكبار بيحسبوا البي أم آي بيشوفوا إذا بين الـ 25 والـ 29.9 يعني وزن زيد فوق الـ 30 بلشنا بمراحل السمنة يعني مدرية أوبازيتي سبير أوبازيتي مورباد أوبازيتي مورباد أوبازيتي البي أم آي يعني كسافة الوزن أكتر من 40 كيلو جرام بالمتر كاري بينما عند الأطفال بتعرفة كيف مناخد الطول على النموذج البيانة اللي موجودين بدفاتر السجل الصحي طبع الولاد عند الولاد منشوفها على الـ percentile طبع العمر يعني إذا الوزن قصمي على مربع الطول أعلى من بين الـ 85 والـ 95 percentile يعني طلعها أعلى النموذج البيانة بيكون overweight وزن زيد وأكتر من 95 percentile يعني عندنا السمنة وأكتر من 97 يعني عندنا السمنة القاتلة مورباد أوبازيتي بنبلش بـ severe obesity ومورباد أوبازيتي على الـ 99 percentile يعني نخدع النموذج البيانة للوزن أصمع مربع الطول طيب دكتر شو العوامل يلي بتخلي هالسمنة تزيد عند الأطفال تتحول من إذا بدك بين هللين إذا فينا نسميها نصاحة عادية إلى مرض ممكن يكون قاتل النصاحة العادية يعني متل ما قلت حسب التعرف شوي يكون overweight بس مرض قاتل وقت يكون الولد أو عنده أنسولين كتير كتير عالية عنده الكورتزون كتير عالي أو عنده رابو عم ياخد كورتزون أو شي مرض معين عم ياخد كورتزون أو عنده كسل بالغدة وما اكتشفني على بكير أو بكل بساطة يلي هو 99% من سمنة الأطفال قلة الحركة وزيادة الأكل خصوصي للجنك فود والأكل اللي فيه كالوريز منقلهم أمتي كالوريز يعني عم ياكلوا مارش ميلوز وشوكولات وويفر وتشيبس يلي ما فيهون فيتامينات ولا بروتينات بس فيهون سعرات حرارية فارغة وعم يحضروا تي في وبلاي ستيشن وهلأ تابلات بلا ما يلعبوا ويتحركوا لأنه ولا تخلق لا يلعبوا ويتحرك مش لا يضل قاعد كل نهار يعني هلأ دكتور عم تحكي بشغلة كتير مهمة هي مينموم اجزامبل تشيبس قدامنا قدام التيفي أو اللعبتهم بيكونوا حاطين الكيس أو كيسين أو أكتر وقاعدين الصفايا والشباب تشيبس وعم بيحضروا غير انه تشاكلت وغير غير اشي كتير بيكلوا هنه وقاعدين كوكاكولا والبكسي يعني مشروبات الغازية اللي فيها كتير سكر حوالها العشر ملاعق وعندك الجوس المعلب كمان فيه كمية سكر وصبغة كتير كبيرة يعني دكتور كل جسم بياخد نفس التأثير يلي بياخده من هول الاشياء الكتير مضرر ان كان تشيبس أو ان كان مشروبات غازية أو ان كان شوكولاة زيد عن الزوم كل جسم بيتفاعل معه بنفس الطريقة مش كلهم بنفس الطريقة اكيد لانه فيه ولاد بيلعبوا او مشتركين اكتيفتي سبور عندهم عضل العضل بيخلي الانرجي اكسباندوتشور يعني الكالوري اللي بنحرقه بنهار اعلى من الولاد اللي كمان متنبلين وما بيعملوا سبور بالخالص يعني ما عندهم عضل ابدا هيدول ما بيحرقوا ابدا وخصوصا اذا فيه خلل بالارمون الولاد اللي عم ياخدوا كورتزون او عندهم كسل غدة او الانسولين صارت كتير عالية او العيلة عندها استعداد للأوبزيتاء يعني من ناحية الوراثة كاركتير جسمهم ما بيحرق لانه عندهم استعداد للنصحة اكيد رح ينصحوا اكتر منه لك بكتير اكتر من الولاد التانين بكتير شو فينا نحنا نعمل اول شي كأهل او كمدرسة او اذا بدك بتوسع شوية بقول كمجتمع لا نتخلص من هايدي الشغلية اللي هي هيك يعني اول ما نسمعها منقول عادية بس لا هي مش عادية لانه نحنا قلنا قد تؤدي الى قتل يعني هي ناحية مراضية ممكن اذا الواحد ضل يأكل 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 بهذه الطريقة وما حدا عاره اي اهمية ممكن توصل انه يتوفى صح؟ مضبوط اكيد يعني السمنة عند الاطفال الى تداعيات مثل السمنة عند الكبار واسوأ لا لانه الولد الصغير اول شاعم يكون فيه بنتش ايتنج امر يارفش يتخلق خصوصة بالفترة اللي كان فيها لوكداون للمدارس والمدرسة اونلاين المدرسة اونلاين لولد صغير كانت كارسة لانه ما فيه اختلاط اجتماعي وحياة اجتماعية اللي بتعودوا عليها ما فيه وعي بكير ونوم بكير وهيدي الديسبلين اللي لازم يتعود عليها يكانوا يلعبوا بالملعب كمان ويشتركوا اكتيفيتان السبار هادي كلها اختفت تقريبا حوالها سنتين سنتين ونص وهلا عم يرجوا يتأقلموا مع السبار مع الحركة مع الريكرياسيون مع الاكتيفيتان مع رفقاتهم بس كمان هالاونلاين خلتهم يعملوا بنج ايتينج لانه قاعدين كل وقت عالطابلات يولا يدرسوا او على اللابتوب يولا يقعدوا يتسلوا على السوشال ميديا وعاليوتيوب والجيمز فكان كتير شي مخربت خصوص السيكل النوم لانه قاعدين ينام الولد مأخر بيتخربت سيكل الكورتيزول ونوعا ما كمان الغد لانه تبين انه تأس اش سيكليك مثل الكورتيزول فبدل ما يطل الكورتيزول بالليل عم يعلى غدة النمو بتبلش تفرز تقريبا على الميدنايت بتبلش تعلى بيقولوا نام بكير وقوم بكير شوفوا الصحة كيف بتصير مظبوط لانه غدة النمو كمان تتأثر بسيكل النوم وتخربت بصير عنا سمنة لانه غدة النمو مسؤولة مش بس عن تقول عن وزن العضل والنمو العضل والعضم فكله تخربت عند هالولاد يعني وخصوصا انه الاجهزة الالكترونية بتخفف مادة الميلاتونين يلي بتبلش تحضر الجسم للنوم فبيصير عنا قلق وبيصير عنا بنج ايتنج لانه مسؤولة عن الشهية فهي ده هي المشكلة الفجع اللي صارت الى عدة عوامل من النوم للحياة اللي تغيرت انه قاعدين بالبات كل وقت لسيكل الميلاتونين لجروس أرمون الكورتيزول للانسولين لانه الحركة بتحسن السنزيتيفيتا يعني مفعول طبع الانسولين بينما اذا ما حركوا عنا ريستانس على يعني تخربت بمفعول الانسولين على العضل الكباد الدهن طبع الجسم ما بيعد يخدهم مزبوط ما بيعد يحرق بتاعلى الانسولين كتير بيصيروا ياكلوا كتير وبينصحوا فتنب بالدوامة السيركل في سيو طبعا المصاحة طيب دكتور اذا بدنا نحكي عن حل في حل لنتخلص من هيدا الحالة يعني نحنا لازم كأهل شو نعمل بالمدرسة شو يعملوا شو الشيء اللي لازم يتغير بنمط حياة الولاد لما يتقرب اكتر من السمن القاتل اول شي الحركة نجبرهم يعملوا سبور نظهرهم يتمشوا هلأ في المولات للأسف ما عنا كتير حدائق عامة بس نجرب اذا طلعنا هون على الضائعة اذا احنا عنا مشوير قصيرة خصوصة ببيروت اذا قدرين نعملها نص ساعة ماشية ليه بدنا نعملها نقعد بالسيارة خصوصة بعجقة العيد يعني الاشياء اللي معقولت نعمل ماشية طلعت ونزلت درج صغيرة خلال النهار كم مرة نقدر نعملها والماشية بالحدائق العامة او بقلب المول بدل ما نقعد ناكل ونفوت على السنين نقعد ناكل بوب كورن والمشروبات الغازية او الجوصل فيهم كتير سكر لا نتمشى اكتر نروح باتجاه الاكتيفيتال فيهم نمشى اكتر ويتسجلوا اكتيفيتال رياضة اذا الاهل بقدرتهم هالشي نجيب لهم بسيكلات نقربهم عمطرح في مطارح يعني بيروت او اول جبل يقدروا يعملوا بسيكلات او يتمشوا يعني نتجه باتجاه الرياضة اكتر والاكل الصحي يعني ما ضرور يطلبوا ديليفوري ما عجبوا نطبخ امهم لا نمشى على الخضرات طبخ اللبناني المديترانيا نفوض يعني خضرات شوية رز شوية بطاطا شوية لحمة شوية سمك شوية جيج مش كله مقالة ونغت وديليفوري وبيتسا وهمبرغر وميوناز وفرائز مقابل التنبلة والقعدة على التيفي ويجربوا ما يأكلوا هيدول الاشياء البسكوية والوايفر وتشيبس تعطيهم امهم في رويه حقيقة يعني يأكلوا واجبتان ثلاثة فواكة بنهار الولد بحاجة لثلاث واجبات يعني الفواكة مع الفيتامينات الطبيعية والقلياف خصوص القلياف اللي فيها ويعني تعديل الأكل اللي يصير طبيعي والواجبات تكون واجبات لعمر الولد لأنه تبين أنه في ولاد عم يأكلوا واجبات دوبل عن حاجتهم يعني واجبة الولد ونتخلص من الأشياء اللي فيها سعرات حرارية فارغة أكيد والرياضة مثل ما قلنا المشكلة دكتور أنه الولاد نحنا نعرف أنه كل شي مثل ما بيقولوا مرغوب محبوب كل شي محجوب مرغوب يعني كل شي بتحشبيه عن الولد بيصير يرغبه أكتر بس تقديله للولاد ممنوع تكل فريانديس ممنوع تكل كزا ممنوع تكل تشيبس بتلاقيه صار عم يكل أكتر فريانديس عم يكل أكتر تشيبس عم يتعلق بهول الأشياء اللي كتير بتنصح الدليفري الفاسفود المائلة هونيلي كيف بدنا نخلي هالولاد يقتنع لأنه حتى لو أحدت وعطيت محاضرة وأنه رح يقتنع معك إذا قلت له كل أكل صحي انتبه ما كتير تكتر منهم شو الطريقة برأيك نحنا وقت كنا صغار كنا معودين وحدة بنشوز بنهار يعني بحقلنا شغلة وحدة من هول السناكات بنهار ففيهم يعملون الأهل ميزانية إنه بس هالقد بحقلك بنهار ما صار تجيب فيهم اللي بدك قد رح يشترب هالميزانية بس نحنا للأسف صار الأهل عبيد لأولادهم يعني الميزانية open وتتكون open مع المجالي زعب رؤية بتحط هالقد بحقلك بنهار وبتقصصي لازم نستعمل الأصاص إنه أنت مخلصت درسك أنت معملت كذا اليوم ما رح أعطيك يعني تكون reward هيدا الميزانية الصغيرة اللي عم تعطيها بنهار بدأت تزغر الميزانية خلص لأنه هلأ كل الولد بيضار بعد تاني إن كان بالقدرة الشرائية طبع الأشياء السينية والفاحشة بالأجهزة الإلكترونية يعني الأشياء مش عايزين صاروا عم يشتروها مثلا واحد مع تلفون جديد أو تابلات جديدة أو لابتوب جديد بدو يغار من رفيقه يجيبهم ما وقفة على الفريانديز يعني عم بيصير فيه over بكل نرجع للحياة الطبيعية اللي تربع عليها الجيل اللي أقدم يتعودوا وكمن من ناحية الكل رح تتغير لأنه هي لحقة كل شي وقت تكون open هي open لكل شي ونخوفهم لأنه ما رح يطولوا مظبوط لأنه الصمنة بس بدون يعملوا بيتولوا قبل رفقاتهم بس بعدين وقت بدون يعملوا قفزة النمو ما بيعملوا أهالة 13 سنتي وقت يبلغ الصبق أو البنت ما بيقدروا يعملوا بيرجع بيتأخر طولهم وبيعملوا قلتوا بالسنسلة في عنا للأسف واجع مفاصل عبكير لأنه تكلس على الوزن غير قلتوا السنسلة اللي بعرضهم لديسك عبكير وهن ما بيعملوا يقدروا يعملوا سبورت خيالي ولد 18 سنة عنده مشكلة بسنسلة ضهره أو بيركابه كتير بكير ما بيعد يعمل سبورت عم يعملوا السكر النوع التاني اللي عم يبلش عند الأطفال لأنه هو سببه الأساس السمنة وقلت الحركة يعني سكر نوع تاني عمر مبكر وللأسف ببعض الدول عم يلجأ العمليات التضعيف يعني السليف أو البيباس أو عمر صغير لأنه ما عم نقدر نسيطر على شهيد الولد بس هي صحيا دكتور معقولي يعني بغمر هلقدي صغير تعمل عم تنعمل عم تنعمل بس هي بتعمل في إردام ترقق عدم ناقص بيتوالف ناقص فيتامين دي ناقص حديد شديد يعني للأسف في ولاد عنده النصاحة قاتلة ما عم تقدر تنحل إلا بعمليات البرياتريك سورجوري طبع اللي بينعملوا للكبار بس أكيد عم ينعملوا ع سبيل الأطفال يعني على الجايدلاينز طبع الأطفال ليقدروا يضعفوا وعم ينعطوا المتميمات الغذائية بس لمدى الحياة يعني هيدول عنده النظام غذائي بيصير من بعد السليف لمدى الحياة أو بعد البايباس يعني للأسف عم بتصير لأنه بلش معهم السكر وفي عنا الضغط عمر مبكر كوليسترول تريجليسيريد لأولاد النصحين عندهم لتريجليسيريد عفكرة كتير عالة وبيعمل لهم خمول ونوم وهون بتانبلوا وبينم وراء الغضاء وبيو عم أخر وبيتخربة السيكل كله بيصير بدو يتأخر بدرسه بنومه بكل شي يعني عم يعمل لهم خمول هي سمنة غير يلي حضرتك زكارتيون دكتور هي شو بتضرب أول شي بالجسم عند الكبار أو عند الصغار عند الصغار السمنة أول شي يعني بلش على التريجليسيريد أنسولين بيبلش عنا الخمول مثل ما قلت وهيك بيبلش بعدين يتأثر الإعدام والعمود الفقاري يعني بيبطل فيه يمشي مظبوط بيبطل فيه بيصير يطلع على الدرجة لها تولد صغير فيه يعمل رابو من الرفلو لأنه البطن الكبير منعرف بيعمل رفلو في عنا السليب أبنية انقطاع النفس بالليل مثلهم مثل الكبار بيقول الولد عم يشخر هيدا بتعمل النفس بالليل أول شي بيعطي أنهم متقطع ما أنه كيف فبيكون الولد ما عم بيركز بالمدرسة لأنه ما تغزى لأنه كيف البطارية إذا شرجتها لبريز خربان ما بتلقيت أو نقطعت الكهرباء عنه فبيصير يطفي معك التلفون زي تشي دماغ الولد ما بيعود يركز بالمدرسة لأنه عمل انقطاع نفس بالليل ها بتقدي لسومنا زيدة وارتفاع بالسكر النوع الثاني نسبته أكتر يعني والنصاحة أكتر وارتفاع بضغط الدم وضغط الشريين الراوية pulmonary hypertension فبيصير عندهم sleep apnea مرض انقطاع النفس بالليل هيدا كتير خطرة هيدا من أسباب الانديكاسيون لعمليات صغير المعد لأنه تكون عندهم sleep apnea بدون حطولهم المكانة اللي يقدروا يناموا بالليل يعني هيدا كتير خطرة عم تصير عند الولاد اللي عندهم morbid obesity ثمنا قاتل عمر صغير عنا دوامة عم بيفوتو في الولاد مثل الكبار وأمراض القلب وشريين عمر مبكر بدأ تبلش عندهم إذا بلش السكر يضغط كوليسترول تريجليسريد عمر مبكر ممكن يجمعوا كل العوامل اللي ذكرت يا دكتر بطفل واحد يعني طفل هو زيته يكون عنده مثلا تريجليسريد يكون عنده فقر دم يكون عنده مشكلة بالعدام مشكلة بالقلب مشكلة بالتنفس اللي ممكن كلهم يجمعوا بطفل واحد أكيد فيهم يجمعوا بس فقر الدم بيصير وراء عمليات تصغير المعدة عادة إذا عملناها بس فيهم يكون ولد لأنهم المربد أوبيزتي مثل الكبار اللي عندهم البي أم آي كسافة الوزن أعلى من 40 كيلو جرام بار سكوير ميتر هيدولي دايما حتى الضمان وجهات الضم نكن تغطيلهم عمليات برياتريك سورجوري لأنه هيدول عندهم إيطاع نفس بالليل دوا السكر وحتى أمدار دوزات عالية من الأدوية والأنسلين والمخزون عالي شي أربع خمس أدوية تضغط إن إيطاع نفس بالليل هيدول وقت تغطيلهم الجهة الضم نبي تغطيلها لأنه كله رح يتحسن ع تنزيل الوزن لأنه السبيل الوحيد أو الأدوية الغالية طبعا تضعيف يعني كانت تغطيلهم نياهون لأنه إذا ما ضعيف ما رح يتحسن وحتى وقت الضعف عم بتخفف الأدوية يعني عم توفر على الجهة الضم نوعى صحته للمريض أكيد عم تحسنين له صحته وتوفر على الكومبليكيشن المضاعفات تبع السمنة لأنه السمنة هو مرض مزمن مثل ما منقول السكرة والضغط مرض مزمن قاتل السمنة هي مرض مزمن لازم نعترف أنه مش يخزل عند صحته منيحة صحته جي عنده صنة عنده مراد الصنة نقل إيدا عنده مراد النصاح نحن بمجتمع هلأ من زمان هلأ شوية تغيرت بس كين أنه بس شوفوا ولد ناصح سملا سحته شو منيحة مش أنه مثلا يا ربي قد يل يزم شوف شو بدنا نعمل لا سملا سحته بتجند طيب حملية التوعية طلعاتكن الإعلامية دكتور قد يمهم وقد ي إذا بدك ساهمت بنشر الوعي بهذا الموضوع لأنه أنت عم تحكي عن شي مزمن دائم يعني دائما بده حملية التوعية بده دكتور تطلع تحكي على الهواء يسمع الطفل ويتسمع الأم ويسمع البي شو نطرون إذا ما اتخذوا الخطوات اللي يزم ما يتخذوا الظهور الإعلامي اللي أقلكن قد يمهم كتير كتير مهمين حملية طبعية هلأ بصراحة وزارة الصحة بالاشتراك مع جمعية الغدد والسكرة وقت الالفان وثمانتاعش تسعتاعش كانوا مبلشين فيهم يعني بالالفان وثمانتاعش تقريبا بعدين إجت المشاكل وإجت الكورونا كان فيه أول شي صمنة الكبار يعني وزارة الصحة تبنتها ووزعتنا على الإعلام بس إجوا هلأ قصة من الالفان تسعتعش لهلأ الأزمات والكورونا كله كان والتوعية ضد الكوفيد ناينتين هلأ رجع كل شي يعني باتجاه صحة الولاد السمنة مرض السكرة الأمراض تبع الروية والتدخين والكانسر يعني رجعنا نحكي عن الأمور اللي برات الكوفيد ناينتين هو فيه بالنسبة لهذا الموضوع يعني شقين فيه عندك الكاركتير إرديتار وعندك أسلوب الحياة أي أخطر بالنسبة للطفل يكون حامل إذا بدك هلأمر هيدا أو ما يعرف بالسمنة من الكاركتير إرديتار تبع عائلته ولا أنه أسلوب حياته يكون هلأد غلط لا وصل لهيدا المرحلة بالتحديد أكيد أسلوب الحياة الغلط لأنه الإرديتار يعرفين حالهم العائلة أنه هنه جينتيك ما ما بيحرق جسمهم يعني عندهم استعداد لأنه بيكونوا الأرمونات طبع جسمهم هيك نوعهم بيكونوا هنه أنه بابا ما ما تاكل بابا بيكونوا بالعكس منتبهين لأولادهم أكتر لأنه هنه متبعين حمية معينة وخيفين على حالهم بينما الولد اللي هو نزامه غلط وأهله اللي حقينه وما عم يقدروا يقنعوه وعم يكل مثلا ما بيكل إلا إذا جبوا له البدو إياه هو اللي رح يكون معرض للسمنة أكتر وما حدا قادر يغير له نمط حياته يعني تعرف دكتور كمان نمط الحياة في إشا كتير إن احنا بنعملها غلط إنه مثلا في كتير أولاد معوادين ما بيتخدوا إلا إذا كان فيه مشروب غازي طب ليه بدوا يكون فيه مشروبات غازية أنتوا عم تتخدوا مثلا أو ما بيتخدوا إلا من بعض الغداء ما يكون فيه شوكولات أو بومبون أو ما بعرف شو طب ما ليه مش ضروري يعني إنه من إحنا كمان أوقات منعوض أولادنا على عادات سيئة بالنسبة للصحة وبيمشوا فيها عادة عادة مية بالمية والملح الزيادة بالأكل يعني كميات الملح الكتير اللي بالأكل كمينة يعني والبزورات والإشياء هيدا كلها يعني بدوا يتعود الواحد لأنه التايست الطعمة بتتأثر بإنت شو بتاكل وقت تتعود على طعمة الحلو بيصير بديك حلو زيادة والتتعود على الحليب بلا سكر أو الشاي مثلا لحسة سكر أو اليانسون لحسة سكر مش متل اللي معوض يحط معلعقتان من هو صغير ما بقى يستطعم لأنه بيقوله التايست هو بينمو الخلايا لأنه فعلنا كذا نوع منطقة باللسان وحدة للمالح وحدة للحلو وحدة للمور وقت تعودع شي معين في ميلة بتموت بتصير ميلة الإحساس متجهة بالخلايا المناطق طبع لسان اللي بتحس بالملح والسكر بينما وقت أنت تنمي على السكر القليل بيصير الواحد يستطعم بغير طعمات بالأكل والتعود على الملح القليل كمان اللسان بيصير يستطعم بتعمة الأكل مثلا في الناس ما فيها تاكل ليمون بس عصير الليمون اللي فيه كتير سكر بتشربه لأنه تعوديت على منطقة لسانة طبع السكر والريورد من الهايبوتالمس يعني منطقة الدماغ اللي بيجو منطقة الشاهية النظر كمان الميلاتونين والريسبتور طبعا بيشتغلوا هنيك الليبتين طبعا أرمونات الجوع والجريلين كلهم بيشتغلوا على مناطق الدماغ الهايبوتالمس الغير يعني الغير حسية الانكونسيون طبعا منطقة الجسم فكلهم هولي منهم ميون ونوقتي يكون صغير الطفل نعم دكتور شو هيك نصيحة أخيرة بتحبي تعطيها لكل أهلية اللي تابعونا بها الحلقة اللهم ما يغنجوا أولادهم كتير بصراحة ويكونوا شوي صارمين بالتربية اللي يتحسن المجتمع لأنه كمان رح نوصل على مجتمع فاسد بالآخر لأنه كمان الولد وقت يكون عم يأكل كتير وينمي أطمعه بكل شي بده من ناحية كل شي يعني بده يروح السينما بده يروح وبده وبده هول متر رفقته لأن نعود الولد مثل ما ربينا نحن على الحياة القديمة لترجع على الحياة للعائلة وليكون المجتمع أفضل وصحتهم أحلى وطولهم أحلى ووزنهم أحلى وما عندهم سكرة وينموا بكير ويوعوا بكير ويرجع كل شي مثل ما كان من قبل والحركة بركة لو لا تكون مش التنبلة مية بالمية دكتور شارلوت أبو ليس استشارية بأمراض الغدد والسكري شكرا كثير لو وجودك معنا شكرا على هذا الموضوع ينعاد عليك ينعاد عليك أهلا وسهلا فيك أصدقائنا المشاهدين نحن نروح لبريك صغير ونواصل ترجمة نانسي قنقر